يرتفع في شارع جونكبينغ رود في شانجهاي مبنى لا يختلف كثيراً عما حوله من المباني المشيدة قبل الحرب العالمية الثانية لكنه يختزن ذكريات مؤلمة لنساء كثيرات وهو واحد من معالم يحاول مؤرخون الحفاظ عليها رغم التجاذبات السياسية بين بكين وطوكيو فهذا المبنى المؤلف من طبقتين هو واحد من المباني المئة والخمسين التي حولتها اليابان إلى بيوتاً للدعارة للترفيه عن جنودها المنتشرين في الصين قبل أن تهزم في الحرب العالمية الثانية كل هذه الأماكن التاريخية تزال بصمت وعددها آخذ بالانحسار ويقدر معظم المؤرخين أن عدد نساء المتعة هؤلاء كان يصل إلى 200 ألف معظمهن من الكوريات والصينيات وكنا مسخرات للجنود اليابانيين وتعلو أصوات كثيرة تطالب السلطات الصينية بالحفاظ على هذه المباني التي تنطوي على ذاكرة مؤلمة لكثير من النساء الصينيات لكنها لم تجد في الماضي آذاناً مصغية لدى السلطات التي تفضل طي صفحة متفجرة من العلاقات المتوترة أصلاً مع اليابان السلطات الصينية لم تقدم لهن المساعدات الناس خارج الحكومة هم من يقدمون يد العون إنها مجموعة من النساء اللواتي عنين كثيراً وفي شانجهاي يأمل المؤرخ أن يحصل على موافقة من السلطات لتحويل القاعة التي يجمع فيها وثائقه في الجامعة إلى متعف في شهر 21 أكتوبر وفي مطلع التسعينيات أقرت اليابان بوجود شبكة نساء المتعة وقدمت اعتذارها عارضة أيضاً أن تدفع تعويضات ترجمة نانسي قنقر